وللمارسل كولر مع النادي الاهلي كان موسم تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى فاز بكل البطولات الممكنة بحصى وصلت لخمس القاب محلية وقرية الموسم الاول لمرسل كولر ضرب الجميع بارقام مرعبة وعامل كبار الخصوم وعامل فرق يعني فرق قاع الجدول في النادي الاهلي في التوقيت ده كان بيملك منظومة تيكتيكية مرعبة وسط ملعب ناري بيتكون من حمد فتح باشا والقاطرة الاليو ديانج ومروان عطية امامهم سلاسي خط النار كهرباء وحسين الشحات وبرسي تاوى حلقتنا حلقة طويلة شوية فبطلب من حضرتك انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو ولو انت مش مشترك اشترك وصلى على النبي كده وركز معايا في التفاصيل ركز معايا في التفاصيل والمعطيات علشان هتتغير كمان شوية بعد الموسم الخيالي ده الكلر نفض الغبار اللي كان على اسمه واصبح محطة انظار العديد من الاندية وابرزها السعودية والمثل بيقول مش كل مرة تسلم الجرة يعني مش علشان هي مشيت معاك في الموسم الاول يبقى انت كل مرة هتحقق نفس النجاحات لكنه قرر انه كمل مسرته مع النادي الاهلي وهنا بقى حصلت العديد من الاحداث الدرامية وايضا العديد من التغيرات رقم واحد خروج مدير الكرة المرعب الكابتن سيد عبد الحفيز وتعيين الكابتن خالد بيبو مكانه اما على صعيد اللاعبين فخرج من النادي الاهلي واحد من اهم اللاعبين في الموسم ده على الاطلاق وهو حمد فتحي اللي انتقل للوقر القطري ده بالاضافة للقندوسي اللي خرج اعارة السيراميقة في المقابل تم التعاقد مع العديد من اللاعبين التعاقد مع افضل لاعب في المغرب ريدا سليم وصفقة الموسم امام عشور اللي اسالت الكثير من الجدل والمشاكسات لحد اللحظة اللي انا بكلمك فيها ده ده غير بقى عودة بعض الطيور المهاجرة زي صلاح محسن وكريم ندفد هنا بقى كولر بدأ يبص الادوات وبدأ يعمل تكوين مختلف لخط وسط الملعب ويستخدم امام عشور فيه حيازة الكرة وتوزيع اللعب وده عكس تماما طريقة اللعب في وجود حمدي فتحي بدأ كولر يطور من اكرم توفيق ويحوله من ديسترير او باك رايد للاعب رقم تمانية بقدرات خارقة كولر كمان طلب قلب دفاع بجوار محمد عبد المنعم لكن الادارة ما ادرتش ان هي تلاقي قلب دفاع بنفس المواصفات اللي كولر طلبها وهنا بقى صاحبك بدأ ان هو يعتمد على الرام ربيعة وفضلوا على ياسر ابراهيم بسبب قدرته على الطلوع بالكرة وعمل بالصبت كولر كمان كان طالب مهاجم مش من اول الموسم الحالي لا ده من اول مجناد الاهل في بداية الموسم الاول كان بيقول يا جماعة انا محتاج مهاجم ولكن في المقابل الادارة ما ادرتش ان هي توفر للمهاجم اللي هو عاوزه وتم التعاقد مؤخرا مع انطوني مودست بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتمون وبدأ الموسم بداية الموسم التاني لمارسل كولر كانت بمباراة في غاية الاهمية لانها كانت على بطولة بطولة السوبر الافريقي وكانت امام بطل الكنفدرالية اتحاد العاصمة الجزائري ما اعتقدش ان في حد كان عنده شك واحد في المية بعد الموسم الخيالي الاول اللي عمله كولر وايضا بعد الصفقات اللي تم التعزيز بيها ان احنا ممكن نخسر امام اتحاد العاصمة مع احترام الكامل والشديد اربعة سفر ان شاء الله للاهلي الاهلي كعب عالي على كل اندية الجزائر لكن النادي الاهلي تلقى الخسارة الاولى في الموسم وخسر لقب مهم جدا لزيادة عدد القاب القرية والمنافسة على الصعيد العالمي بس تفسير الشخصي ان السقوط ده كان بسبب الدوافع من الاخر كده اللاعبين كانت عايشة على ثقة مستوى الموسم الماضي بس انت عارف الجميل في كولر ايه انه بيستغل لحظات السقوط علشان يجدد دوافع الفريق خماسية ساندونز العام الماضي كولر استغلها افضل استغلال وبنى عليها دوافع جديدة واسقط قارة باكملها وحقق منها الخماسية التاريخية ودل حصل في بداية الموسم لما النادي الاهلي دكى شباك الخصوم في الدوري بربعية والتوسلسيات وسط تقلق امام عشور وتواهج ردسلهم ولكن هنا بقت جات المشكلة التانية الموسم ده شهد وجود بطولة بتتنفذ لاول مرة وهي بطولة دوري السوبر الافريقي البطولة اللي تقال عنها ان جوائزها هتوصل لمتين مليون دولار وحيخش فيها تنين وتلاتين فريق بعد كده اكتشفنا ان الكلام ده غير صحيح واللي فاز بيها فاز بربعة مليون دولار واللي شارك فيها اصلا كانوا تمام فرق فقط مش بس كده البطولة تحشرت كلها في عشرين يوم عشرين يوم تخيل كده معايا ان انت لسه بادئ الموسي وتعمل عليك حمل بدني مرعب صدقني انا مش بجيب مبررات لكن بالفعل ده كان حمل بدني تقيل جدا على اللاعبة ان بالنسبة لساني سبب فهو هبوط مستوى بعض اللاعبين اللي كان بيعتمد عليهم كلر في الموسم الاول زي كهربا وبرسيتاودا بالاضافة كمان لان النادي الاهلي افتقد جهود ريدا سليم بسبب الاصابة واخيرا بقى ادارة فنية سيئة من مارسل كولر وتحديدا ده في المباراة اللي كانت امام سانداونز في بريتوريا بس انا عايزك تتخيل معايا الفريق اللي كان مقصر الدنيا في الموسم الاول واكل الاخضر واليابس يفقد اول بطلتين قريتين في الموسم ولان المصائب لا تأتي فرادا النادي الاهلي وصل العروض المهتزة على الصعيد المحلي ولعب اربع مباريات فاس في اتنين وتعادل في اتنين وفي دوري ابطال افريقيا كان لعب ثلاث مباريات اتنين منهم على ارضه وقدر ان هو يفوس في مباراة ويتعادل في مباراتين دنتم اكلتوا كتير الزمالك الكبير مصر والاهل الصغير الاهلي كبير والزمالك كبير فبعد الموسم الكارسي ده وبعد التعاقد مع انطوني مودس والاداء السيز فقرر النادي الاهلي الاستغناع على انطوني مودس ويأتي بالقاطرة الفلسطينية وسام ابو علي علشان يشكل الهجوم الكاسح ويفوز بلقب هداف الدوري برصيد 18 هدف في 19 مباراة ارقام مرعبة القاطرة حمدي فتح يرحل ثم مع نهاية الموسم الاهلي يفوز بدوري ابطال افريقيا والسوبر المصري ويأخذ ثالث العالم للاندية والدوري وينسحب من بطولة الكاس لاراحة اللاعبين وهو الان ينتظر ملحمة قروية امام نادي الزمالك في كأس السوبر الافريقي مرسل كولر قرر التعاقد مع سفقات نارية بعد اصابة علي معلول فقرر التعاقد مع يحيى عطية الله اللاعب المغربي نجم منتخب المغرب وهنا بدأ محمد عبد المنعم يطلب الرحيل عن النادي الاهلي فقرر النادي الاهلي رحيل عبد المنعم بمبلغ 6 مليون دولار ومن هنا قرر المرسل كولر وطلب من ادارة النادي الاهلي التعاقد مع لاعب بنفس انكانيات محمد عبد المنعم ومن هنا ادارة النادي الاهلي قررت التعاقد مع اشرف داري نجم وسود الاطلس والمنتخب المغربي الذي وصل الى القاهرة لاجراء الكشف الطبي والانضمام رسميا الى النادي الاهلي ومع رحيل اليو ديانج مرسل كولر لا يمانع في رحيل اليو ديانج ولكن طلب التعاقد رسميا مع محمد علي بن رمضان الا اصبحت الصفقة تنتظر تكة بسيطة من النادي الاهلي ولكن في حالة وحدة وهي رحيل بيرسي تاو اللي معصلك ومنيل الدنيا خالص داخل جدران النادي الاهلي اشرف داري اهلاوي خلصة الحكاية وصل القاهرة الساعي نجم نادي الاسماعيني اعلم بنفسه انتقاله للنادي الاهلي الساعي وبرسي ومحمد علي بن رمضان واشرف داري على اعتاب الانضمام للنادي الاهلي اذا الاهلي ينهي صفقة اشرف داري رسميا وانتظروا فريق النادي الاهلي هذا الموسم فريق مرعب بما تحمل الكلمة من معنى الاهلي هذا الموسم سيكون مرعب قل من وجهة نظرك هل تتوقع ان بيرسي تاو يحل ازمة النادي الاهلي في رحيله وانضمام محمد علي بن رمضان ولا لا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته